ثم قال تعالى تبت يدى أبي لهب وتب أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم عبد العزة أبي العبد المطلب وهو من كفار مكة وصناديدها وأهل الشرك والضلال العظيم وهذه السورة من إعجاز القرآن حيث إنها نزلت في حياة أبي لهب ومع ذلك عجز أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم بدخوله في الإسلام وهذا لأن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون فقد علم الله أنه يموت على كفره ولذلك بين أنه من أهل النار قال ما أغنى عنه ومعنى تبت يداء أبي يعني أنه هلك هلكت يده ثم هلك كله وخسر الخسران المبين ما أغنى عنه ماله وما كسب يعني لا ينفعه عند الله عز وجل أمواله ولا ينفعه كل ما اكتسب بعد ذلك من الأموال أو الزوجات أو الأولاد أو غير ذلك ما يكسبه الناس في الدنيا من العقارات ومن الحيوانات أو غيرها ثم هدده أنه سيصلى نارا ملتهبة ثم لما كانت زوجته معه في ضلاله وفي عداء رسوله صلى الله عليه وسلم وهي أم جميل أروى بنت حرب أخت أبي سفيان بن حرب هددها معه وقال وامرأته أيضا معه ستصلى نارا ذات لهب لأنها في الدنيا حمالة الحطب تضعه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعله في حبل من مسد تضعه على جيدها وقال بعض المفسرين وحتى في الآخرة يعذبها الله عز وجل فيضجع لها تضع الحطب الذي من النار وترميه على زوجها وتحمله على جيدها بحبل من مسد يعني من ليف من نار جهنم وهذا صحيح إن شاء الله تعالى فهي هكذا في الدنيا والجزاء من جنس العمل تعذب به أيضا في الآخرة وهلكت هي وزوجها على الكفر والله المستعان